الناس بتقعد تتريأ من التقدم الكبير اللي وصلنا له وتقول ده بعد كده هتدخل السوبر ماركت تجيب لك أطفال طب ماذا لو محتاجتش تتحرك من مكانك أصلا ونزليك طفل من السماء غريبة دي بس حصلت في فيلمانا النهاردة فتعالوا نشوف إيه اللي حصل بس قبل ما نبدأ أكنك عامل لايك الفيديو سبسكراي في القناة لو أنت لسه مش مشترك وكمان نفعل جراز الإشارات عشان يصلك كل جديد ويلا بينا نبتدي شلت صحاب أربع أفراد منهم لي وميجا اللي مرتبطين وعايشين سوا وعايش معاهم في نفس البيت صاحبه جين مو وده معاكن على ميجا حياتها حسا كده دخيل عليهم دايما المهم إن كمان الموقوسة صاحبتها مهان بتحب جين مو قوي وعلشان كده دايما رشق عندهم في البيت وهو مش معبرها خالص لدرجة بتصلي بكل الطرق اللي تعرفها يمكن ربنا يحنن قلبه عليها وفي مرة وهي بتصلي نزلت حجرة غريبة كده من السماء قعدت تطير حواليها وبعدين وقعت على جين مو اللي مسكها وحطها في البيت وقت ما كانت عمت مهان بتحاول تعالج السنائي بتاعنا وتساعدهم في حل مشاكلهم ولكن لحياتها لمن تنادي فضلت ميجا متعصبة وقامت تروح شغلها وخيرت لي بينها هي وصحبه وراحت ماشية أما صحبتها مهان فانتهزت الفرصة تبات عندهم يمكن تقرب لجين مو بس خطتها كلها اتضمارت علشان سابلها قطت ننفيها لوحدها ناموا كلهم عادة لي اللي من كتر التفكير ملاحظش الحجر الغريب اللي عمال يلف في البيت تاني يوم صحي جين مو على أصوات غريبة قوي ولما بص على مصدر الصوت اترعب فصح عليه بسرعة يشوف معاه إيه ده في الوقت ده رجعت برده ميجا من شغلها وكمان صحيت مهان فبصوا الأربعة سواء واستغربوا اللي قدامهم هو الطفل ده بيعمل إيه هنا وتابع مين أصلا لسه هتتصل مهان بالبوليس وقفتها ميجا لأن البساطة الطفل ده نسخة تبك الأصل من لي وهو صغير يعني فكده أكيد ليه علاقة بي بس خلاص أنت بتخني قعد يقنعها أنه ما حصلش ولكن برضو ما صدقتهوش وخدته من قفاء يعمل تحليل دين إيه هناك بقى الفرفور كان خايف من الحقنة فصاحبه قاله عنك أنت وقعد مكانه ولما شفت ميجا كده افتكرته بيدري عليه فبالعافية خلتهم يسحبوا من لي عينة وكمان من جين مو يمكن يطلع ابنه هو نتيجة التحليل بقى طلعت وكانت صدمة للكل الطفل متطابق مع العينتين بنسبة 99% فكده صباح الفل ابنهم هما الاتنين كان بديهي قوي يستغرب لي زينا كده أو ينعم العلم تطور بس مش للدرجات دي قالوا لها ملنش دعوة بالوات فبدأت تفكر في طرق للتخلص منه أول حاجة ياخده هما الاتنين يرمو عند الزبالة ولا ممكن تاخده هي أمهان ويرمو في السوبر ماركت لا 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 في فكرة أحلى بكتير يرمو في النهر بس دي فكرة مرعبة لأن الناس كلها هتشوفهم ومش بعيد يتقبض عليهم كمان فما لقوش حل قدامهم إلا يسألوا الطفل أنت مين يا ابني وحكايتك إيه فبدأوا يسمعوا أصوات غريبة حواليهم والتلفزيون يفتح فجأة على الفضاء ويتقل إن دابته الطفل اترعبوا في الأول بعدين اكتشفوا إنه هو قاعد على رموت التلفزيون أو يا لقيم ما يعرفوش إن الرموت ما فيهوش حجر أصلا فدلت ميجا تشتكي منه وإنه هما مالهم بيه طالما بابا وممتو مش موجودين والكلام ده زاعل قوي جين مو علشان هو ياتيم برضو من صغره فدلت طفل يعيط وصدعهم فكروا يمكن جعان فجري جين مو يروح يجيب له لبن وبقوا يهتموا بيهما في البيت وطلع عينهم لحد ما لقيت موهان جين مو تأخر فرحت له المستشفى تتحيل معا على الناس هناك يدلهم لبن يعني طبيعي وفعلا عرفوا يجيبوا منهم في البيت بقى قعدت تشتكي كالعدم يجا من جين مو طبعا فاعترف لها ليه أخيرا هو ليه بيحبه قوي كده من زمان عمله حدثة وبابا اختار ينقزه بدل ما ينقز أهل جين مو وعلشان كده هو دايما حابب يفضل جنبه بالذات لما اكتشف انه زميله في نفس المدرسة حاولت تفاهمه ان ده أبدا مش زنبه وخففت عنه وكالعادة لبسه مهان تهتم بالطفل وكله هرب على شغله وعلشان يقنعوها تقعد معاه قالوا لها هيسي معاكي جين مو الوحدكو في البيت لسه هتتحمس قال لها عيب عليك هاتي الواد وروحي على شغلك أحسن تقريبا الطفل أرحم منها بالنسباله رحت على شغلها فعلا لقيت زميلها بيتصلوا بيها عايزينها تحضر تجمع حاولت تهرب منهم ما عرفتش واتدبست وراحت قعدوا يسفوا عليها انها وحيدة وكلهم متجوزين فمن استفزازهم قالت فندا أنا كمان متجوزة راجل طول بعرض وكمان مخلفة وات زي الأمر اتصدموا كلهم وما صدقهاش طبعا فأجبروها تتصل بجوزها تخليه ييجي رحت اتصلت بمين جين مو أكيد وقالت له حبيبي تعال انت وابننا استغرب منها قوي بس خد الطفل فعلا وروح على الحفلة وما كانش نوي يدخل الصراحة بس صعبت عليه قوي عشان كانت بتتهان جوه فبقى على صوت لي قال لها حبيبتي ودخل بسكة كده وكل البنات انبهروا وحسدوها طبعا وعلشان كده قعدت تشكره كتير فبدأ يهتم من وقتها بالطفل معاها اي نعم ما كانش بيسكت بس وقه بيحاول فدل الودي يزن يزن لحد ما صدعهم فاقترحت عليه يخدهم يلفوا بالعربية وفدل على الحال ده لحد الصبح ووصل اخيرا بيهم لنادي الأبهات السري وخليها تكون الخادمة بتاعت ابنه علشان تبقى تيجي معاه لانه كان خايف من المكان ولي حق بصراحة دخل جوه لأ حوالي كل حاجة بيضاء والرجال هناك كلهم مريبين والمرعب اكتر ادلي اللي لابسينه ده ولكن طلع فيه استفادة فعلا من المكان والمحاضرات دي كمان اما هي بقى ففهمت من باقي البنات ان ضوافرها واللعب فيها هيئذي الطفل فاول ما رجعت البيت شالتهم وقعدت تهتم بالطفل بس جنمه عمل فيها بالعريف واخدوا منها يغير له لا وكمان ساعدوا لي وياريتهم ما تحركوا من مكانهم بهدلوا الدنيا وطبعا بسبب الموقف ده ميجا جابت اخيرها لانها فعلا كانت بتعاني بسبب الطفل والاحسن يدخلوا عنه وكمان رحت قلبه على لي فتضايق جنمه قوي عشانه وهاجمها فغلطته هو انه لازف لي قوي بسبب الحدثة زمان ودايما محسسه بالزنب فتفاجئ بالكلام ده قوي لان كان اول مرة يسمعه وكمان ليه بيقربوا منه شافكه مش اكتر فقلب عليه ولما حاولت مهنتها دي ادل على دماغها هي كمان والله عارفة لو اتشقلبتي عمري ما احبك وبعد ما هزقهم كلهم رح على بيته القديم وافتكر طفولته الباقسة وخناقات مامته مع بابا دايما لدرجة انهم اتخنقوا سوا على الطريق وبسبب الخناقة دي دخلوا في حدثة وفقدهم هما اللي اتنين رجع على البيت وخد الطفل منهم وسب لهم المفتاح ومن وقتها وكلهم حاسين بالفراغ اللي سببه حتى ميجا نفسها بقت بتشتكي ان البيت بقى هادي وفادي دايما ومهان قررت اخيرا تقابل العريس علشان فقدت الامل فيه خلاص بس كان عقلها لسه مشغول بي برضو وبتحبه كمان وعلشان كده رحت لقبر بابا ومامته في الزكرة بتاعتهم حكيت هناك قد ايه كان نفسها تبقى عروسة ابنهم وهو سمع كل كلمها وحس بحبها اخيرا فقالت له لأ بقى هو بمزاجك انا خلاص هتجوز حد تاني اهلي كانوا متفقين مع اهله من زمانه على الخطوبة رح قيل لا لا على جثتي وراحوا لعمتها يتفاجئوا انه هو العريس اصلا واللي اهله متفقين مع اهلها واخيرا هو وليه قبلوا بعض وخدوا الطفل لجلسة تصوير اكملواد امور شوية وبعدها راحوا على نادي الابهات اللي كان روع بيعيني بس ممتع ومن هنا بدأت ترجع علاقتهم زي ما كانت والجديد بقى اني ميجا بقت تستلطفوا قوي وزعقت له علشان ساب البيت واخيرا الوضنطق ماما وبابا فبقوا مزقطتين بيه وبيهتموا بيه كلهم وكمان خدوا في رحلة معاهم كانت ممتحة جدا وفي طريقهم للرجوع للأسف عملوا حدثة وكان كل همهم يحموا هو فلما شاف حبهم الكبير قوي لي ده رجع لهم صحتهم من تاني واختفى من حياتهم ورجعهم لوقت قبل ما يشوفوه ولكن كلهم لما رجعوا كانوا لسه فاكرينه وجات لهم رسالة من حسابه تطمنهم عليه وانه هيرجع تاني وفعلا رجع بعد الجواز بقول بنتين حوامل ودي تقول عايزة اولد والتانية تصوت وتقول باولد وبكده يكون وجود طفل بينهم فجأة لغبة حياتهم او بس خليها احسن كتير حد هنا احنا خلصنا الفيديو بتاعنا ما تنسوش لو عجبكو الفيديو تدسوا لايك وتعملوا سبسكراي في القناة اللي هو اشترك يعني وتفعلوا جرس الاشعارات ولو عندكم تيك توك تابعوني عليه وكمان تابعوني انستجرام باي